الحل النهائي للاستهلاك المفرط والكبير للمعالج على جهاز الكمبيوتر لدرجة انه يوصل لاستهلاكه لمية بالمية عشان تعرف الحل النهائي والفعال تابع معايا المقطع سلام عليكم شباب كيف حالكم؟ مشاء الله ديما نكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد إرجعت لكم اليوم مقطع أستوري جديد مقطعنا اليوم شباب عن حل مشكلة بتواجه أغلب مستخدمي الكمبيوتر وأجهزة لابتوب عن حل مشكلة ارتفاع استهلاك المعالج لشباب لدرجة انه يوصل مية في المية ويعني الجهاز خلص بيصير بطيء جدا ما بتقدر تتصفح ما بتقدر تشغل برامج شغل ألعاب شغل أي شيء على الجهاز يصير الجهاز جدا بطيء قبل ما ندي جماعة الخير أتمنى ما تقدموا أي دقيقة وأي ثانية من هذا المقطع عشان كل معلومة راح أحكيها جدا مهمة عشان في بعض الطرق جماعة الخير شفتها على الانترنت على اليوتيوب بالخصوص طرق يعني ممكن أنك تشوفها فعالة ممكن تشتغل معاك ويصير المعالج عندك يشتغل بشكل كويس وبس يعني الطرق هاي جدا خطيرة وبتقصر من عمر المعالج عندك ممكن مثلا تشغل المعالج ويصير تمام الأمور لوز لوز بس بعد مدة المعالج عندك راح يخرب خلاص ويخرب جهازك وبالتالي راح تضطر أنك تشتري معالج جديد يلا شباب لا تنسوا لايكاتكم من هذا المقطع حاولوا هذا المقطع يوصل أكبر عدد من اللايكات عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفد أكبر عدد من الناس من المقطع هذا كمان تشتركوا في القناة عشان أكبر نسبة مشاهدين عندي في القناة مش مشتركين اشترك فعلا جرس وإن شاء الله توصلك كل حلقاتي جديدة أوكي شباب كبداية راح أخلي لكم التدوين هاي أسفل الفيديو هاي التدوين راح تلاقي فيها أغلب المعلومات الخاصة عن موضوعنا لأليوم وكمان تلاقي ملف رابط تحميل ملف حجم واحد ميجا بايت ملف جدا صغير فيه بعض الأوامر اللي راح نسويها على الويندوز فكبداية راح يوجد خطوة أساسية راح نسويها هي راح نخلي المعالج يشتغل بكل الأنوية الخاصة به شوفوا معاي شباب راح نيجي هون على البحث نكتب كلمة run بهذا الشكل run ندخل عليها بهذا الشكل شباب راح تيجي هون ما راح تلاقي عندك أي شيء راح تكتب كلمة msconfig يا شباب msconfig بهذا الشكل هاي الكلمة راح تكتبها هون ورح تضغط على أوكي راح تنبطق معاك هاي النافضة بهذا الشكل راح تيجي لكلمة boot هون يا شباب تيجي لكلمة boot تيجي على advanced option تضغط عليها راح تيجي على number of processors هون يا شباب عدد الكورات الموجودة عندك على معالجك اللي يدعمها معالجك تيجي تضغط عليها بهذا الشكل راح تيجي تنزل الشريط هذا راح تلاقي هون عندك مجموعة من الكورات اللي يدعمها معالج الخاص بك تيجي تأشر على أعلى رقم راح تلاقي هون مثلا أنا المعالج عندي يدعم تمانية أنوية معالج جي i7 يا شباب 3000 جيل ثالث معالج i7 جيل ثالث بيدعم تمان أنوية نيجي نعلم عليها بهذا الشكل نيجي نضغط على ok بالشكل هذا انت راح تلاقي مثلا عندك هون اتنين راح تلاقي اربعة غالبا راح تلاقي اتنين اربعة ولا تمانية ستة ممكن حتى فرح تختار أعلى رقم عندك الخطوة هاي جدا آمنة يا شباب احنا ما بنسوي أي شيء بس بنخلي الجهاز يشتغل بكل الأنوية الموجودة علينا 10 على أعلى رقم نضغط ok ونضغط هون يشبه بapply لا تنسى الخطوة هاي apply عشان يعني نفعل الخيار هذا نضغط ok خلاص هون راح يقول لك restart انت راح تسوي restart لجهاز ضروري جدا تسوي restart لجهاز انا ما راح أسوي restart عشان بصور حاليا هسا أخبرت النظام انو يشتغل بكل الكورات الموجودة على المعالج خطوة هاي جدا آمنة وسيبك من الخطوات اللي الصحيح بتسوي أوامر للجهاز انو يشغل 18 كور لا هاي كل هاي الشغلات يا شباب جدا خطيلة على معالجك وبنصحك انك تبتعين منها الخطوة التانية شباب راح نيجي هون على disk pc بهذا الشكل نضغط كليك يمين نيجي هون نضغط manage بهذا الشكل manage نيجي هون نضغط manage راح تطلع اليك هاي الخيارات بهذا الشكل جماعة الخير راح نيجي هون على device manager بهذا الشكل ننزل تحت يا جماعة الخير على خيار اسمه system device بهذا الشكل نقشر على الخيار هذا السهم هذا اللي على الجنب نقشر عليه راح تيجي هون على خيار اسمه high precision event timer على هذا الخيار بهذا الشكل تعلم عليك كليك يمين راح تيجي تعمل له device disable device شباب تعمل يس بهذا الشكل تعمل له disable لو لقيته عندك ما عمل له enable سوي له disable الخيار هذا جدا مهم سوي له disable ورح تلاحظ الفرق الرهيب اللي راح يصير عندك على الجهاز خلاص هذول الخطوتين ممكن انك تسوي الخطوة هاي والخطوة التانية وخلاص يعني الامور عندك راح تمشي بشكل جدا وكويس ورح يخف عندك استهلاك المعالج بشكل جدا كبير بس احنا راح نسوي كمان بعض الخطوات اللي راح تساعد انه الجهاز عندك يشتغل بشكل اسرع واستهلاك المعالج يقل بشكل جدا كبير نطلع من هاي الخيار كمان نسوي restore للجهاز وخطوة جدا مهمة نسيت تذكرها انه عشان تعرف استهلاك المعالج عندك قديش تيجي هون تضغط كليك يمين طلع على تاسك شفت الجهاز عندك بطي ليش راح تيجي هون تشوف البروزيس راح تلاقي هون اشي اسمه سي بيو تلاقي 7% المعالج عندي بيستخدم 7% حاليا انا ليش بيستعمل بس 7% عشان اصلا الويندوز زي بشتغل عليه ويندوز عشرة لايت جدا قسطوري صراحة يا شباب من شاء منه اغلب الاعدادات واغلب الاضافات الغير ضرورية اللي بتاكل من موارد الجهاز زي ما بتشوفنا فاتح جوجل كروم فاتح تصوير فاتح كل شيء وبس عشرة بالمية تقريبا مستعمل من السي بيو نيجي على البرفورمانس هون راح تلاقي ان المعالج عندك مستخدم فيه 8 بس انت راح تلاقي مثلا 70-80 مية بالمية بس انت مش مش مشغل اي شيء بس تشغل جهازك تلاقي ان المعالج بيشتغل يعني صاروخ هاي مشكلة ولازم نحلها نيجي للخطوة الثالثة يا جماعة الخير نطلع بهذا الشكل نيجي على الـ Power يا شباب نكتب هون Power بهذا الشكل جماعة الخير نكتب Power نيجي على Edit Power Plan بهذا الشكل يا شباب نضغط عليها راح تطلع الناهاي النافضة بهذا الشكل نيجي على Change Advanced Power Setting بهذا الشكل بالنسبة لأجهزة اللاب توب يا جماعة الخير تيجي هون راح تحطها Balanced وتيجي هون تحط Chill High Hardest تيجي على Desktop Background Sitting تيجي تعمل علامة الزايد هاي راح تيجي هون راح تلاقيها Slide Show بهذا الشكل بالنسبة للمستخدمين اللاب توبات راح تلاقي اشي يسمو On Battery On Battery راح تعمل له Pause It بهذا الشكل يا جماعة الخير Pause It بعدها راح تضغط على Apply بهذا الشكل وتضغط أوكي خلص خلصنا الخطوة التاتا الخطوة الرامعة يا شباب والخطوات هاي كمان جدا هذا راح تستنى هون بس 15 ثانية 15 ثانية تضغط الرابط جاهز بهذا الشكل راح ياخدك لرابط تحميل الملف زي ما قلت لكم حجمه 1 ميجا بايت تضغط Free Download تستنى 35 ثانية هون تجتاز هذا Code Al Cap ستضغط بدء التحميل وبدء تحميل إنشاء الرابط وتحمل بعد ما تحمل الملف زي ما قلت لكم حجمه جدا صغير حل مشكلة استهلاك المعالج نيجي ندخل على الملف بهذا الشكل راح تلاقي بعض الملفات هون نيجي نسحب هذا البرنامج يا شباب نسحبه لسطح المكتب هذا الملف اللي يسمه Malwarebyte الفيروسات يا جماعة الخير الفيروسات والمالويرات البرمجيات الخبيثة اللي بتكون على جهازك جدا ضروري أنك تشيلها لازم دايما تسوي سكان لجهازك عشان هاي البرمجيات والفيروسات بتسبب مشاكل على الجهاز وقبل فترة قصيرة بس تم اختراع صفحتي على الفيسبوك راحتي شباب وراح بروفايلي على الفيسبوك اللي بشتغل به من سنة 2013 فللأسف يعني كمان هاي البرمجيات بتسبب بعض الملفات اللي راح تلاقيها ظاهرة إلك هون تيجي مثلا تنزل تحت تلاقي بعض الملفات ماخدة منك يعني 80% 100% تستهلك المعالج من نسبة 100% هاي اسمها Malwareات اسمها برمجيات خبيثة لازم نشيلها كيف راح نشيلها أكتر برنامج فعال ومجاني هو هذا البرنامج نضغط عليه ضغطتين نعمل له install بهذا الشكل نختار me or my family أو my organization نختار إحنا هذا الخيار الأول نضغط نكسب هذا الشكل نضغط escape للخيار هذا لو بدك مثلا تبت إضافة هاي على متصفحك تختار يس أنا ما بدي أتبتها على المتصفح بتبت بالطريقة العادية نعطيه شوية وقت حتى يتم تتبيق البرنامج بس يعني يا جباب لو كان عندكم مضاد فيروسات على جهازك مثلا Windows Defender ولا Avest أو أي برنامج يعني بيشتغل وبيمشي حاله عادي تسوي عليه scan بس عشان تشيل كل الفيروسات نضغط done بهذا الشكل الشباب عشان يفتح البرنامج بس صراحة أفضل برنامج بعتبره المتخصص على هاي البرمجية بالضبط هو malware buy نيجي نفتحه بهذا الشكل يا شباب يقول لك هون buy ما عندنا به أي غرض نيجي نضغط scan بهذا الشكل جماعة الخير عشان يبدأ يعمل scan هون زي ما بتشوفون يا شباب هون detection هون يعني malware موجود عندي في جهاز حاليا برمجية يعني خبيطة لازم أنها تنشال هون الثاني هون يا شباب راح تلاحظوا البرمجيات لما يكتشفها بيعلم عليها هون بيظهرها هون مثلا اتنين detection حاليا زي ما تشوفون هون يعمل scan memory يعمل start up items registry file system هون أهم شيء هو file system يا شباب الملفات الموجودة على جهازك بيشيكها لو فيها أي برمجيات خبيطة مثلا بتحمل برامج بتشاهد أفلام على مواقع مشاهدة الأفلام مشاهدة الأنمي تحميل ألعام تحميل بعض البرامج اللي بتكون بيها خصوصا الكراكات بعض الكراكات مش كلها بعض الكراكات بتكون عليها برمجيات خبيطة بتعدل لك البيتكوين يا شباب العملات الرقمية على جهازك فلازم تاخد حضرك من هاي الشغلات ودايما كل يوم يومين تسوي سكان لجهازك نعطي يا شباب شوية وقت حتى يخلص هون شباب بعد ما يخلص رح يظهر إلك كل الفيروسات وكل المالويرات الموجودة على جهازك أنا ظهر لي بس اتنين عشان قبل يومين بس سويت سكان كان أكتر من 25 ملف رح يظهرها إلك هون هون يقول لك الوقت اللي أخذوا في السكان هون عدد الملفات اللي عمل إليها سكان 246462 على جهازي تضغط بس هون كونتيتيت هذا الشكل يا شباب رح يتم إزالة كل الفيروسات بالشكل الصحيح وما رح تشوفها قدامك مرة تانية نيجي نضغط إغلاق للملف هذا يا شباب خلاص بس مشكلة بالويربيت الوحيدة مش مشكلة بس هي شوية مزعجة أنه مثلا في بعض المواقع اللي مش آمنة مية بالمية ما بيخليها تفتح فلو شفت بعض المواقع عندك ما بتفتح بس سكر مالوربيت سكروا ولا احذفوه مثلا حتى تدخل للبرامج هذاك تخلص شغلك وعاود تبته مرة تانية عشان هو صارم صراحة نيجي لي الملف مرة تانية جماعة الخير نيجي على الملفات المؤقتة هاي تم فاينز والتم فاينز كمان والبريفيتش هاي الملفات جدا مهمة انك تشيلها عشان بتسبب بطء كبير على الجهاز نفتح الملف الاول يا شباب بالشكل هذا رح تظهر لك ايقونة نافذة يقول لك هل تريد يعني تدخل تعمل اوكي وندخل تلاقي كل هاي الملفات احذفها لا تترك فيها اي ملف ما تخليه ظهر لك هاي النافذة تقشر هون وتضغط اسكيب بهذا الشكل جماعة الخير خلص عشان بيترك بعض الملفات الضرورية هاي لازم ما تنشال نيجي هون شباب على الملفة التانية رح تلاقي كومة ملفات كل هاي الملفات لو ايجيت مثلا تعلم عليها تشوف حجمها قديش رح تلاقيها واحد جيجا يعني هاي الواحد جيجا ما بيستفد منها النظام من اي شيء بس ملفات مؤقتة نيجي نحدفها يا شباب هذا الشكل delete اوكي رح يبدأ حذف كل هاي الملفات نيجي نقشر على الخيار هذا نضغط try again ما حذف برة ننقشر هون ونضغط skip خلص خلصنا نيجي على الخيار الثلاثة جماعة الخير prefage كمان نحذف كل شيء موجود جوه هذا الملف نيجي هون نضغط delete كمان رح يحذف كل شيء نيجي نقشر على هون ونضغط skip جماعة نظام على خلفية جهازك مثلا انت شغال بس هاي البرامج شغال على الخلفية بتأثر بشكل جدا كبير على اداء معالجك واداء الجهاز ككل لازم تيجي هون وتشوف انت البرامج لما بدك ايها تشغل على الخلفية مثلا انا انفيديا كونترول بلان هذا ما بدي ايها شغال على الخلفية انت رح تلاقي عندك كومة برامج وكومة يعني تطبيقات بشغال بدون اي غرض انت شوف البرامج ما بدي هذا البرامج يشتغل طفيه ما بدي هذا يشتغل طفيه لما بدك تشغله مثلا اروح شي ادخل عليه ورح يشتغل عادي بس حاليا ما بدي اياه يشتغل على الخلفية طفي كل الخيارات اللي ما بدي تشتغل على الخلفية واللي بتاكل بس من موارد جهازك نيجل الخيار الثاني الريموف ستارتوب أبس الستارتوب أبس جدا مهم جماعة الخير ليش الستارتوب أبس هي البرامج اللي بتشغل لما تشغل جهازك طفيت الجهاز رحت يعني شفت لك أكل رحت لأي مكان رجعت شغل جهازك لما تشغل الجهاز تشتغل هاي البرامج تلقائيا مع اشتغال الجهاز الحركة هاي شباب بتسبب بطء كبير في الجهاز مثلا البرامج هاي لما تشتغل مع إقلاع الجهاز يجب النظام شباب يشغل كل هاي البرامج يتأخر بشكل كبير في الإقلاع وكمان حتى لما يقلع سطح المكتب هون ما هذا ما بيسوي بطء وما بيسوي أي شي هذا مثلا ما بدي إياه هذا ما بدي إياه يشتغل خلص انت كل البرامج ما بدك تشغلها مع البداية طفيها كلها وخلي بس البرامج اللي بدك انت تشغل يا اخي حتى البرامج بدي انا شغلها ما بشغلها شباب بشغل بخلي الجهاز يشتغل وبعدها بدي أي برنامج ادخل عليه بروح ادخل عليه خلصنا الخطوة الثانية ضلت بس هاي الخطوة يا شباب ultimate performance ما بنصح صراحة تسويها عشان هاي بدها حاسوب قوي عشان تخلي الجهاز يعني يشتغل بكفاءة كبيرة على الالعاب وكذا فالخطوة هاي ما بفضلها صراحة يا شباب بهذا الشكل نيجي على advanced system setting نيجي راح نروح على اشي اسمه advanced في المكان هذا سيبك من هاي وهاي وحال advanced تضغط setting بهذا الشكل تنبتق معانا هاي النافضة نيجي هون ستلاقي let windows choose what best for my computer يقول لك خلي الويندوز يشوف الافضل لجهازي لا يا حبيب والله انت نيجي نقشر هاي بهذا الشكل نحط هذا الخيار راح تحط apply لما تحط apply راح يتأخر شوية شباب 3-4 ثواني لما تحط apply راح تلاحظ انه الفولدرات اللي جو الملفات هاي شباب اختفت معد تظهر ورح تلاقي حتى الكتاب هون صارت شوية يعني باهة بعض الشيء اش راح نسوي احنا راح نسوي هيك نحط هذا الخيار smooth age of screen font نعلم عليه ونعلم على خيار show thumblings instead of icons نعمل apply بهذا الشكل راح يرجع كل شيء زي ما كان الكتابة تصلحت والفولدرات هاي صارت بتظهر نيجي نعلم ونحط اوكي ونحط اوكي هذه الخطوة تجمعت الخير راح تفرق معاك بشكل جدا كبير اتمنى يا شباب انكم تكونوا تبقتوا الشرح زي ما انا سويت وقلوا لي تشاركون تجربتكم تحت عشان لا تطبق بس الطريقة ويشتغل معاك كل شيء تمام وتروح اكتبونا تجربتك اسفل الفيديو حط لنا لايك اشترك في قناتنا وفعل جرس التنبيهات راح تساعدني كتير بالخطوات هاي اللي سويتها كمان لو لسه المشكلة مستمرة معاك اكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله ما راح تستمر معاك هاي المشكلة زي ما بقول دايما على القناة يا شباب بنسوي شروحات لمشاكل الكمبيوتر مشاكل الالعاب ان شاء الله كمان على تطبيقات الاندرويد كمان بنسوي تعديلات على الالعاب وكتير كل ما يخص التقنية والالعاب راح اشتركوا في القناة